مش حاسة ان محمد صلاح ممكن يكون متحفظ شوية النهاردة بسبب الالتحامات اللي الكاميرونيين متميزين بها بص يعني دي ممكن يعني تكون اسوأ حاجة ممكن تتواجه للعيب وهي ان انا بقى خايف عشان لا خالص بالعكس مش خايف بس احنا فعلا هم دايما معروفين عنهم فكرة ان هم بيلتحموا بالذات ان احنا ذكرنا ان هم اقوى جدا ماشا مع كوتيفور كانوا بيلتحموا كوتيفور كانوا بيلتحموا والمغرب كانوا بيلتحموا جدا عافية منتخب مغرب قوي جدا من اقوى المنتخبات البدنية المنتخبات العربية عندهم جوانب مهرية جيدة وتكتيكية وبدانين اقوى جيدين كانت شفتي اللعيبة ما اعتقدش محمد صلاح يخاف وزي محمد صلاح بيتعامل بالزكاء كلنا شفنا الجون بتاعت ريزيجي محمد صلاح قد ايه بعدين اعزو اقولك الحاجة محمد صلاح هو بنسبانا هو بيدينا تشانس في التلت اللجومي ان هو الريدي بيترائب باتنين تلاتة لعيبة فده بيفضيلك مساحات النهاردة محمد صلاح نحت شمال فرقم واحد بيقابله مين؟ الباكلف وبيجي يضم عليه واحد من المساكين وبيجي واحد من نص الملعب يقفل عليه قلب الملعب فالنهاردة انت عملت ايه؟ انت فضيت واحد من الاتنين مساكين اقدر ادخل باكلفت بتاعي يلعب على المساك بتاعهم يبقى فيه اتنين مهاجمين جوه منطقة الجزاء يبقى محمد صلاح بيخلق لي مساحة مجرد ما الكرة تيجي في رجل محمد صلاح هو عنده زكاء تكتيكي عالي جدا يعني صاح مش من اللعيبة اللي الكرة بتيجي في رجل مرة واحدة لعيبة ليه؟ هو بيجي بيستلم الكرة بيمتص الفرق التانية بمعنى ايه؟ ان هو بينتظر على الاقل 3-4 سوائن الفرق عشان يفضي مساحة وده دور يعني مش شرط انه حمد صلاح يجيب جوه قد ما انه هو يخلق لي فرص او يخلق لي مساحة بالاضافة طبعا للحاجة اللي احنا شفناها كلنا من مستر كيروش المرة اللي فاتت وهي ان السترايكر او الفرق بتاع منطقة مصر ما بلعبش فرق داس هو بينزل يضغط على رقم 6 هو بيخلق لي مساحات يمكن مصطفى محمد كان ليش القين في المبرار اللي فاتت 50% مصطفى محمد كان بيقدي بشكل جاج جدا في خلق المساحات للفرق والضغط على منطقة صناعة اللعب ومنطقة الخروج باللعب بالكرة عند منتخب المغرب بالاضافة ان ال50% التانية اللي هي لما الكرة تبقى في رجلو نهو يقدر يصرف يزعها ويمكن ال50% بتاعت الكرة في رجلو اول تهديفه وكان سايق جدا فيها ولكن في المقابل النواحي التاكتيكية والالتزام بالاضوار اللي المستر كيروش كان ميجدهاله خلال المباراة بان انا اضغط على مكان خروج الكرة عند منتخب المغرب وان انا اتحرك عشان اخلق مساحة ادها بشكل جاي جدا جدا اعتقد احنا يعني ادينا نبذة عن اللي هيحصل النهاردة ادينا كمان نبذة عن الحاجة اللي حمو كان ناخد بالنا منها في موضوع مطش الكاميرو جوه الملعب قبل بقى خلاص هكلمنا عن التحكيم وتكلمنا عن العامة الخارجية فاعتقد ان شاء الله نتجنب الحاجات اللي احنا خايفين احنا نشوفها النهاردة ونفوذ بالمطش ونفوذ بالفتول